أعلنت وزارة الموارد المائية والرأي أن الدولة تنفذ رؤية شاملة تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية وأشارت الوزارة إلى الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الطرع ومشروع تأهيل المصاقي حيث أوضحت أنه تم الانتهاء من تأهيل طرع بأطوال تصل إلى 4269 كم بمختلف المحافظات المصرية ويتم تأهيل طرع بأطوال تصل إلى 4380 كم وأضافت الوزارة أنه تمت إزالة 39 ألف حالة تعد بمساحة تصل إلى 5 مليون متر مربع في إطار الحملات الموسعة للإزالات اشتركوا في القناة